رحم الله قائد مسيرتنا ورجل التمكين والتنمية الفائقة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان والذي قدم إنجازات تاريخية وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم عندما يفاخر الناس بإنجازات نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخير وعندما يتحدث الناس عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا بهذه الكلمات عميقة الدلالات أوجز المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان المنهج الذي اختارته الدولة منذ بداية التأسيس وحتى مرحلة التمكين لتكون شاهداً على ميلاد دولة فتية شابة في إنجازها رشيدة خيرة في أقوالها وأفعالها على خطى الوالد المؤسس تسلم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة الراية في الرابع من نوفمبر 2004 وسار على النهج حتى يوم وفاته رحمه الله لتنتقل الإمارات بما أنجزته في نحو 35 عاماً هي مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين في هذه الفترة القصيرة 18 عاماً والتي هي في عرف المخططين الاستراتيجيين والتنمويين مجرد خطتين تنمويتين تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية المقياس المعياري لتقدم الأمم وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية تحقق ذلك الإنجاز الضخم رغم صغر مساحتها وعدد سكانها وخطت الإمارات بسجلها المشرف إلى مناطق أخرى يصعب اللحاق بها فأصبحت أول دولة عربية وإسلامية تصل إلى المريخ وواحدة من دول قليلة لها السبق في عالم الفضاء لقد انعكس ما حققته الإمارات في مرحلة التمكين التي تعد امتداداً لمرحلة التأسيس على حياة الناس وعلى قطاع الأعمال لتصبح الإمارات حلم كل من يبحث عن النجاح والاستقرار والعيش الرغد بعد توليه الحكم أطلق المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين منطلقاً سموه من أرضية صلبة شيدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بجعل الإمارات منارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار في عام 2009 أعيد انتخابه رئيساً للدولة وبفضل قيادته الرشيدة تجاوز الأزمات المالية والقلاقل السياسية التي عصفت بالمنطقة مع انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز الدولة كعضو فاعل إقليمياً ودولياً فحققت الإمارات كل هذه الإنجازات الضخمة في مرحلة التمكين ترجمة نانسي قنقر